أولا بالنظر إلى الأرقام التي تم الإعلان عنها سواء الوزير السابق الوردي أو الوزير الدكالي من 48 إلى 40% من المغاربة وقال أنهم مصابون بالطرابات النفسية بمعنى في شيء دولة تتخيم الإنسان وكتسمع هذا الرقم المهويل أعتقد أنه من الظاهر أنه من الأولويات التي يمكن أن ندار في البرنامج الصحي أو المنظومة الصحية هي هذه الميل في هذا لكن الدليل قاطع على عدم الاهتمام بهذه الفئة في المجتمع التي هي مصابة اليوم وخاصة هذه الأرقام التي هي خطيرة جدا وما زال سنعود إلى قراءة في الأرقام أين هي وزارة الصحة؟ كنا نتمنى أن تكون وزارة الصحة ممتلة في خبير في مختص لديها في المسؤول على المخطط الوطني لمحاربة هذه الأمراض والوقعية منها والعلاج دليل يكون معنا اليوم في هذا البلاطو ليدافع عن سياسة الوزارة لكن هذه السياسة الغروب إلى الأمام هذا الذي تجعل أن المغاربة في كل ما يقال حتى داخل البرلمان بخصوص الاستراتيجية الوطنية في كذا كذا تمويل هذا البرنامج لماذا؟ لأن الحكومة غير قادرة على الدفاع حتى عن سياستها بالنسبة للأرقام أنا أعتقد أن هذا شيء خطير جدا من أن تقوله 48% في الميادة المغاربة أولا تصريح ديال الوزير الوردي ولكذلك السيد دوكالي قالوا بأنه 48% أو 40% في الميادة المغاربة مصابون باضطرابات نفسية ولكن خلوا واحدة الجملة أساسية في المعادلة أو يكونوا قد أصيبوا وهذه هي اللي جات بها الدراسة لأن حتى الدراسة ما قامش بها وزارة الصحة الدراسة قمت بها اتلاف ديال الجمعيات هذه الدراسة الأخيرة قمت بها وزارة الصحة ينيد الـ 40% قمت بها مديرية مديرية الوطنية للسكان إحدى المديرية تتابعة لوزارة الصحة ولكن رقم ديال 48% الذي طمعا تم تدوله على مدى السنوات الماضية قام به اتلاف للجمعيات بالفعل وهنا أستاذ الكريمة هو مشكلتنا اليوم هو في مصداقية الأرقام والدقة ديالها هل اعتمدت منهجية علمية هالدراسة الآن اللي قمت بها وزارة الصحة وقمت بها سيدكالي الوزير السابق أين هي لا توجد لموجود بين الدينة هو المشروع القانون ولكن بنسبة الأرقام نعتقد أنه اليوم عندنا مشكل كبير في لغة الأرقام علاش حتى المندوبية السامية اللي تخطيت عندها خلافة كبيرة مع قطاعة حكومية أخرى أما الآن أنت جي وزارة وتصدر وتعطي هذا الرقم رسمي رسمي رسمي